قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع وقد نبه أهل العلم على نقطة وأمر من الأهمية بمكان وهو أن ذكر الله من النعيم كل الأعمال فيها شيء من التكليف إلا ذكر الله فإنه نعيم خالص والدليل على ذلك أن كل عمل ينقطع في الجنة في الجنة ما نصلي ولا نصوم ولا نزكي إلا ذكر الله فإن نذكر الله وإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم النفس في الدنيا قال العلماء فدل ذلك على أن ذكر الله نعيم لأن الجنة ليس فيها إلا نعيم الجنة ما فيها تعب إنما فيها النعيم الخالص فلما وجدنا ذكر الله في الجنة علمنا أن الذكر نعيم ولذلك يا عبد الله يا أختاه لا تحرم نفسك من هذا النعيم والأمر سهل الآن الرجل يخرج ويسير في الطريق وربما ركب السيارة وبقي الساعة والساعتين يتلفت يمنة ويسرة لا يشتغل بذكر الله عز وجل لماذا لا تشتغل بذكر الله وأنت تقود السيارة وأنت سائر في طريقك والمرأة تعمل في بيتها وهي ربما تترنم لماذا لا تذكر الله عز وجل وهي تكنس وهي تطبخ تذكر الله فتبني لها أشجارا ونخيلا في الجنة وتسعد قلبها بذلك ويطمئن قلبها بذلك فالله الله في هذا النعيم العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به في الدنيا نعم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه